حاليا دلوقتي في اغلبية الفئة المتوسطة ممتشر جدا المعالج الهوليو جي تسعة وتسعين بس سألت نفسك سؤال ليه المعالج ده ممتشر في الفئة ديه طب انت هتستفاد منه بايه هيفيدك بايه طب اكيد المعالج ده زي ما له مميزات اكيد له عيوب طب عمرك سألت نفسك السؤال ده بس انت بدون دخلت تسمع الفيديو ده فاكيد عايز تعرف كل حاجة على المعالج الهوليو جي تسعة وتسعين وانا النهاردة هقول لك كل حاجة على المعالج ده هقول لك نبز عنه هقول لك موصفاته هقول لك مميزاته هقول لك عيوبه هقول لك هيفيدك بايه ومش هتستفد بيه وهلا يتفوق على المنافسين ولا هقول لك كل حاجة على المعالج الهوليو جي تسعة وتسعين النهاردة في حلقة الهوليو جي تسعة وتسعين احنا عاملين سلسلة حلقات كده بس بناها حلقة الهوليو جي تسعة وتسعين هنقول لك كل حاجة عنه فلو مهتم بالموضوع ما تروحش في اي حتى وكمل معنا الفيديو للنهاية قبل اي حاجة خلينا نصالع رسول الله عليه الصلاة والسلام ونزجر الله ونداي مع وعدة رب ونصر عربي رب ونصر مصر رب ونصر حانيا فلسطين نهاردة نقول لك كل حاجة عن المعالج هوليو جي 99 وهنبدأ بنبذة مختصرة عنه كده وبعد كده هنقول لك مميزاته وعيوبه بالترتيب في البداية هنقول لك نبذة مختصرة عن المعالج هوليو جي 99 المعالج ده بيجي من انتاج شركة ميديا تيك الشركة الرائدة جدا جدا في عالم تصنيع المعالجات او الزواكر او الرقائق الالكترونية والمعالج هوليو جي 99 بنزل في الفئة المتوسطة في الاسعار من الهواتف ونفسه بشراسة المعالج سنابو درجو 680 اللي هو من انتاج شركة والشركتين صراحة بنفسوا بعض بشراسة جدا في انتاج الرقائق الالكترونية في الفئة السعرية ديت احنا النهاردة هنقول لك كل حاجة عن معالج هولوجي تسعة وتسعين المعالج ده تم الاعلان عنه في مايو الفين اتنين وعشرين بيجي بنواتان من نوع كورتكس اي ستة وسبين بتردد اتنين واثنين من عشرة جيجاهرتز بيجي بستة انوية من نوع كورتكس اي خمسة وخمسين بتردد اتنين جيجاهرتز معالج رسومة من نوع ميل سلاش جي سبعة وخمسين ام سي تو عدد الانوية بتاعته بيجي بنواتين بتردد الف ومية ميجاهرتز بيجي من نوع رامات ال بي دي دي ار فور اكس تمام الحد الاقصى للرام بتاعه بيجي 12 جيجاه اقصى سرعة للرام واحد وعشرين تلاتة وتلاتين ميجاهرتز يدعم ذاكرة من نوع يو اف اس اتنين واثنين من عشرة هنخش بعد كده على مميزات المعالج الهولوجي تسعة وتسعين اول حاجة معنا ان هو مصنع بدقة ستة نانو الممتازة في هذه الفئة مما يعني اداء مستقر واستهلاك طاقة مقبول يعني بمعنى ايه بدام الكلام المجعلص ده بمعنى كده ان التليفون ده كلما قل عدد الانوية واحنا قلناها في فيديوهات واحنا بنعمل مراجعات للاجهزة كلما قل عدد انوية التصنيع اللي هي ستة نانو اربعة نانو او اتناشر نانو وفي اجهزة بتنزل بواحد وعشرين نانو كلما قل العدد معاك بقى تمانية ستة اربعة بقل استهلاك الطاقة وسباة المعالج في الاداء استهلاك الطاقة يعني الجهاز ما بسخنش معاك التانية حاجة بيحمل معالج هولو جي تسعة وتسعين انوية من نوع كورتيكس اي ستة وسبعين للاداء الحديثة نسبيا مما ينعكس عن الاداء بالاجاب وهيقدم معاك بسبب انوية الكورتيكس اي ستة وسبعين اداء خرافي واحترافي كفاءة متوسطة من الاسعار وهتشوف معاك اداء ينعكس بالاجاب على اداء التليفون ليس هناك اي سخونة واستقرار في استخدام التليفون اثناء اللعب او التصوير او تفرج على الفيديوهات او حتى استخدامك الشخصي النقطة التالتة اللي بعد كده يدعم رامات البي دي دي ار فور اكس الحديثة حتى 12 جي جا بايت ولازم تتأكد ان اغلبية الفئة المتوسطة من الهواتف بتنزل برامات اساسية 8 جي جا وتبقى فيك كلمة كده مكتوب 8 زائد 8 ولك انت تخيل ان التمانية التانين دول يتم اقتطاعهم من الزاكرة الاساسية للهاتف اللي بتبقى 128 او 256 ولكنها لا تؤدي نفس الاداء اللي بتأديه اليك اللي هي الرام 8 لذلك نحن نعتمد على الرام الاساسية للجهاز هو بقولك يدعم رام البي دي دي ار فور اكس الحديثة حتى 12 جي جا في كرام اساسية وليست كرام اضافية فدي قوة من المعالج واداء قوة جدا 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 بعد كده نقطة بعد كده يدعم كاميرات بدقة تصل الى 108 ميجا بيكسل وبرضو كمعالج فاة متوسطة بينزل بنسبة كبيرة جدا في الهواتف المتوسطة 108 ميجا بيكسل تأتي في نادرا في بعض الهواتف الفاة المتوسطة ودي اقصى حاجة بيدعم شاشات بمعدل تحديث او ريزوليوشن 120 هرتز وده اعلى معدل رسوم لشاشات في الفاة المتوسطة بصراحة ريزوليوشن عالي جدا ويدعمه بسلاسة ولكن اغلبية الهواتف النازلة في الفاة المتوسطة ب90 ريزوليوشن 90 هرتز ودي حاجة جميلة بالنسبة للعيوب فهو مالوش غير عيب واحد بس اللي هو اي بقى بقولك رغم انه يستخدم نوة حديثة الاداء لكنه يأتي بنواتين فقط ولكن ده لأ مش عيب فيه او وخلينا نقول ده حاجة مقبولة في الفاة السعرية ديت لانه لو زودوا عدد الانوية جوه الهاتف هيزيد سعر الهاتف سعر الهاتف وتكلفة الهاتف نسبة لقوة المعالجة يعني معلش مش هنجيب جهاز فلاكشب ونقرنوا ما بين مقارنة نعملوا وحطه في مقارنة مثلا او نوضعه في مقارنة مع جهاز فاة متوسطة او نجيب جهاز فاة متوسطة ونقرنوا مع جهاز اقتصادي كل فاة سعرية لها ظروف وتحكمات خاصة بها على سبيل المثال ما تيجي تبص على جهاز رينو سيكس زمان كفاة متوسطة اه كان بيعمل سعره من بين خمس تلاف جنيه مصري لي اه ستلاف او ستلاف وخمسمية بينزل بمعالج بمعالج سنابو دراجون ستمية او سبعمية وعشرين لك ان تتخيل ان حاليا دلوقتي الرينو ايت بينزل بمعالج سنابو دراجون ستمية وتمانين يعني يقل عن الرينو سيكس اربعين وحدة في المعالج ومع ذلك يزيد عنه في السعر اضعاف مضاعفة بسبب ارتفاع الاسعار فكصراحة معالج هوليو جي تسعة وتسعين معالج قوي والمعالج ده نزل في اجهزة كتير جدا 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 من الفاة المتوسطة كان الرينو تمانية تي والسامسونج ال اي خمس اشر وعدد كبير جدا 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 موجود في هواتف كتير جدا جدا في الفاة المتوسطة اعتقد كده احنا قلنا كل حاجة عن المعالج هوليو جي تسعة وتسعين والمعالج ده بصراحة معالج قوي هقدم معاك اداء احترافي لو انت حاب تشتري تلفون فاة متوسطة ما تقلش عن المعالج الهوليو جي تسعة وتسعين لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد كان معاكم دائما وعبدا بازن الله اخوكم محمد طرابلسي من قناة مستر تيك وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة